بعد ربع قرن من محاربتها ما تزال قضايا استغلال منابر بيوت الله في نشر أفكار التطرف بالجزائر تصنع الحدث حيث أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن توقيف مصالحه لأربعة آئمة تورت في تحريف الخطاب الديني عن أهدافه وغياته التي وظفوا لأجلها مدينة وهران وقفنا إمام كان يقدر بأنه لا ينتمي إلى الجزائر ولا يخطب باسم الجزائر ولا يخطب باسم الدولة أخرى قلنا لو رحل دولتك هذه هي التي تعينك إماما توقيف الأئمة الأربعة عاد إلى الواجهة قضية معايير توظيف وانتقاء القائمين على البساجد التي تجرى عبر مسابقات وطنية سنويا أئمة غالب الأئمة الموظفين الرسميين يعني يمروا عبر التكوين وعندهم علاقة مع المدنيات وعندهم علاقة مع الوزارة الواصية يعرفون حدود الخطاب الذي ينبغي أن يتعدوه خاصة إذا كان متعلق بالانحراب طعي أو انحراب خطير أما إذا كانوا رسميين موظفين فأنا أستغرب وأستمعي أن يكونوا قد خلدوا عن النصف خطابهم في الدروس والتي جمعة المشكلة أن غالبية الأئمة موظفون من طرف الوزارة وفئة مجهرية من المتطوعين وهو ما يطرح السؤال عن المعنى بالإجراء وعن جدوى معاقبة إمام حصل على التأشيرة من معاقبيها إذا كان إلى المتطوع هنا الأمر هنا يعني المخالصة يعني وقعت بكيف لهذا المتطوع أن يلقي حطابا في المسجد بدون تكليف أو رخصة رسمية إذا كان مرخص فالآن أمو محمي لأن الجهة المعنية بالترخيص رخصت له ما ترى مؤهل لأن يخطب في المسجد إذا كان غير مرخص هنا فهو قد اعتدى على القانون وبالتالي التدريس في المسجد بدون رخصة عندها عقومة في القانون وبالتالي المحاكمة التي سوف تتخذ إجراءات المناسبة بالدهاب الإيمان إجراء جديد قديم وردود فعل جديدة قديمة ومساجد ما تزال تغرد خارج السرب الذي تريده الوزارة